فإذن اسمحوا لي في البداية أبتدأ للنظرة التاريخية مجيء المسيح أحبائي موثق تاريخيا مش عشوائي ولا ما كناش نسمع عنه لكن الكل كان بيتوقع شيء اسمه مجيء المسيح المسيح المنتظر وبتشوف هذه الكلمات عدة مرات بتشوفه في إنجيل يوحنى تلاميذ المسيح رأينا مسيح بتشوفه مع المرأة السامرية إنه كانت تتوقع مجيء المسيح ومتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء وبتشوف هذا الأمر بيتطور أكثر وأكثر ولسيما عند صلب المسيح وقيامة يسوع المسيح للتأكد من هوية يسوع المسيح لاحظ بحسب بشارة لوقة إنه المسيح جاء خلينهون أذكر بعض الأسماء المسكورة أيضا تاريخيا فمثلا ولادة المسيح كانت في أيام الإمبراطور أغسطس قيصر وفي لوقة إصحاح 2 منقرأ إنه أراد أغسطس قيصر أن يعني يحصي الإمبراطورية ولسيما حوض البحر الأبيض المتوسط ففي أيام أغسطس قيصر وطبعا أغسطس اللي كان اسمه أوكتافيوس اللي هو كان يعتبر الحفيد الأكبر والابن طبعا المتبني ليوليوس قيصر يمكن نسمعنا عن يوليوس قيصر وهو لأنه كان الإبن المتبنى والفيفر يعني كان الإحسان تجاهه أكثر شيء فكان يعتبر الوريث الأول ليوليوس قيصر طبعا يوليوس قيصر اغتاله بروتوس صديقه مع آخرون من السينيترز في روما وهربوا إلى فليبي وهناك أوكتافيوس لحق وكان فيه معركة حاسمة هناك وانتصروا وابتدى عصر أوكتافيوس يعني اعتلى العرش سنة أعتقد 29 قبل الميلان ولما اعتلى العرش طبعا تغير اسمه صار اسمه أغسطس أغسطس قيصر فيعتبر يعني أغسطس هو الحاكم الرئيسي ولكن في بداية فترة حكمه كان فيه صراع على السلطة وهذا الصراع كان يمزق الإمبراطورية ولسيما مع المقاطعات الشرقية ولسيما مصر وكان أكبر منافس له اللي هو أنتوني اللي هو مارك أنتوني يمكن منتذكر قصة الحب مع كيليو باترا ملكة مصر فعلى أي حال انتصر وأحرز انتصار حاسم أكتافيوس اللي هو أغسطس قيصر واعتلم العرش بعد هذا الحرب طبعا كل الإمبراطورية صارت تحت حكم واحد حتى المقاطعات الشرقية وكل حوض البحر الأبيض وصولا إلى شمال أفريقيا هذا العصر يعتبر العصر الذهبي للرومان أو عصر الرخاء أو السلام الروماني ما يسمى باكس رومانا السلام الروماني حول البحر اشتركوا في القناة